الزمالك أفكر في مين الموسم الجديد الزمالك طبعا لماذا يفكر لمين عشان نسمى على التفكير ده كتير قوي الزمالك تحرك على مين طيب الزمالك مركز قوي 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 على ملفات الأجانب مركز قوي لكن الأزمة المالية تاني عشان اقول الكلام ده عشان الكلام يبقى ماسك بعضه عشان أنا ما بحبش نقول نص معلومة ونمسك العصاية من نص عنده مشكلة في التعاقد مع العبيم في تجديد العبي إذا ما لك عنده مشكلة في دفع رواتب، إذا ما لك عنده مشكلة ملايهة كبيرة جداً حلو؟ حلو، اطلع لجنب طيب إذا حلت وارت، وارت تحل المشكلة طيب لو تحلت مين بقى؟ مين بقى اللي هو فاتح معهم قطوط اتصال لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي؟ محمود حمادة بعد ما كان خرج شوية من الصورة، رجع تاني محمود حمادة، محمد شحاتة لاعب نادي طلاق الجيش شنونج منتخبنا الأولمبي اللي ظهر بشكل ممتاز جداً مع المنتخب في المغرب وهو لعيب بوتينشيال جداً وبالمناسبة بالمناسبة، محمد شحاتة في الانتقالات الماضية، انتقالات الصيف اللي فاتت، مش الشتاء يعني مين سنة؟ كان على رادار الأهلي، وإدارة النادي الأهلي اتكلمه مع محمد شحاتة في حينه محمد شحاتة من لعيبها البوتينشيال جداً اللي حط عين عليه لعيب الثالث، اللي الزمالك داخل فيه، هيبقى داخل فيه في الصراع مع نادي آخر لكن في الغالب بيرامز مش هيسيبه، لا لده ولا لده، محمود صبر الزمالك مركز جداً مع محمود صبر، عايز محمود صبر وحطه هو محمد شحاتة لو قدر يجيب اللي اتنين خير مقدرش هيجيب واحد منهم مع العيب أجنبي في وسط الملعب لذلك الزمالك بيستهدف التعاقد، وهيستهدف التعاقد مع مدافع عربي مدافع عربي يجيد اللعب بالقدم اليسرى، هو ده طلب أسوري هو بيدور على مدافع بيجيد اللعب بالقدم اليسرى واللي موجودين على ردار الزمالك… كلهم عربي كلهم سواء لعيبة جزائريين أو لعيبة مغربة لتنين، يعني اللعب اللي موجودون كلهم على ردار، الدور الجزائري و الدور المغربي لعيب قلب الدفاع، يلعب بالقدم اليسرى